الحمد لله وحده لأنه لا يستحق الحمد إلا هو ولا تفر من أحد خائفا إلا هربت منه إلا الله تخاف فتفر إليه وتعود إليه ولن تجد أرحم منه حتى أمك قد تهرب منها أما ربك فهروبك منه إليه اللهم لك الحمد كنا نتدبر سورة الفاتحة وأتينا إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله يدلك على صفات الناجين من درك الجحيم بأن الله ما غضب عليك وما ضللت لأن الكتاب الذي عندك تعمل به الثاني ولا الضالين من هم أولئك الذين قد ضلوا والضلال حياة التيه ضياع ما يدري وين يذهب إنهم أولئك الذين رزقهم الله علما وعبدوا الله بأمزجتهم وبهواهم وأعرضوا عن الوحي المعرضين عن الوحي يضلون لأن الوحي نور فإذا انطفأت أنوار الوحي كتاب وسنة معنى ذلك تتيه في الحياة والله ما تصل لشيء ولذلك كيف ولذلك أهل الإيمان يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أنوارهم تضيء الصراط مع أن تحت الصراط جهنم جهنم الله يجمعكم بمن تحبون على قنطرة بعد الجسر وقد ودعتم جسر النار خلف ظهوركم وذرياتكم ومن تحبون وكل مسلم ومسلمة أجمل منظر وقفت بعد الخروج من الصراط وفي القنطرة قبل أبواب الجنة فإذا أمك على اليمين ووالدك زوجتك وأبناؤك تلك فرحة لو تذكرها العبد الآن لطار فرحا قبل أن تقع له إنا نجونا زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة وهذا والله الفوز الضال هو عنده علم لكنه يعمل بخلافه والمغضوب عنده علم لو أراده والمغضوب عليه عنده علم لا يستخدمه لذلك نقول لذاك الذي يتألى على الله ويبتدع في دين الإسلام هذا ضلال يا أخي يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا الوحي فرغت ثم قال الله بعد ذلك بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين شرع لنا أن نؤمن ما معنى آمين معناها اللهم استجب اللهم استجب وفي الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الله صور يا أخي ذكر قرية الفاتحة وأنت تنتشي بكل آية فريحا بها نور من القرآن في قلبك ثم انتهى الدعاء واللي علمنا الدعاء هو الله والله لا يوجد في حياة المسلم حتى يموت دعاء أكمل وأجمل وأرضى لله من سورة الفاتحة اللهم لك الحمد وارزقنا يا رب تدبر كتابك سعيد والله بلقائكم أيها المتدبرون نلتقي في لقاء آخر